كما أكد شكري أن مصر تعمل بالتوازي مع الشركاء في اللجنة التي تم تشكيلها خلال القمة العربية الإسلامية من أجل النفذ الإنساني لقطع غزة ودع شكري المجتمع الدولي إلى عدم انتهاج الزواجية المعايير ومساعدة أطفال غزة الذين أصبحوا بلا مأوى نتيجة للعدوان الإسرائيلي مع دخول فصل الشتاء نعمل كذلك بالتوازي مع شركائنا باللجنة التي تم تشكيلها خلال القمة العربية الإسلامية التي عقدت بالرياض من أجل النفذ الإنساني لقطع غزة وقمنا في هذا الصدد بتقديم مشروع قرار المجلسكم المؤخر لنظر فيه وهو مشروع غير مسيس يرتكز فقط على الجانب الإنساني وعلى إنقاذ 2.5 مليون دريق هم أهل غزة وندعوكم للتعاطي معه بالإيجابية والمسؤولية التي ترتقي للمأساة الإنسانية غير المصبوخة ومما يؤدي إلى زيادة ملموسة لحجم المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في خطاء غزة فما تم توفيره حتى الآن والتي أسهمت مصر بـ 70% منه منفردة فإنه لا يكفي لاحتياجات مليون مليونين ونصف فلسطيني وندعوكم أيضا لتفادي إزدواجية المعايير وأن تتم ترجمة تصريحاتكم المتعاطفة مع أهل غزة إلى واقع بل ونرى أن أي محاولة لتعطيل مشروع قرار هو بمثابة مباركة للحصار وتجويع للأطفال والنساء وتركهم بلا مأوى أو حد أدنى من الرعاية الصحية في ظروف في منتهى القصوة مع دخول فصل الشتاء